موسيقى 35 طالب وطالبة تقرجوا من المحهد العالي للهندسة والمياه والبيئة لدولة بركينا فاسو بعد أن أنهوا برنامجهم الدراسي الذي استمر لمدة أربع سنوات في تقصصات مختلفة كالهندسة المعمارية والمياه والدراسات البيئية بهذا الصدد تحدث مدير المحهد شاكرا حكومة البلدين عن الجهود المبزولة في مجال التعليم العالي وقال أن المحهد العالي للهندسة والمياه والدراسات البيئية يعمل دائما على تكوين الشباب في مختلف التقصصات العلمية التي لها علاقة مباشرة مع التطور العمراني والبيئي على المستوى الإفريقي بعد ذلك كلمة الخريجين التي شكروا فيها ممثلهم لإدارة المحهد وهيئة التدريس على تكوينهم لمدة أربع سنوات وزير المياه والصرف الصحي بدولة بركينا فاسو أثناء على التعاون القائم بين البلدين مؤكدا مواصلة بلاده في تقديم العطاء وفرص التكوين على الشباب الإفريقي عامة والتشادي خاصة راعي الحفل وزير التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار بعد أن رحب بالحضور هنأ الخريجين وطلب منهم أن يطبق كل ما تلقوه أثناء التدريب على أرض الواقع من أجل المصلحة الوطنية وقبل ختام المناسبة تم التوقيع على الاتفاقية بين محهد العلوم الصحي بتشاد والمحهد العالي للهندسة والمياه والبيئة بدولة بركينا فاسو أما الاتفاقية الثانية التي وقعها الوزير مفادها فتح فرص للتدريب كوادر الدولتين بهدف تبادل الخبرات في مختلف المجالات